في بداية الحلقة كنا بنتكلم معكم أنا وأحمد عن ذكرياتنا مع الامتحانات وكان وقت الامتحانات كنا البيوت كانت بتبقى أبارعاً معسكر كده كان دايماً كل حد فينا البيت وقت الامتحانات بيتقلب لحالة طوارق حتى دلوقتي كتير جداً من البيوت خلاص أعلنت حالة الطوارق استعداداً للمتحانات مذكرة على مدار الساعة وقف كامل للأنشطة والخروج من البيت مفيش موبايلات مفيش تريفزيون لكن في نفس الوقت كل الإجراءات اللي بنعملها دي للأسف ممكن توصلنا لنتائج عكسية مع ولادنا لأنها ممكن تسبب ضغط نفسي وتوتر وارتباك وعدم تركيز عشان كده حبينا نحن نهارده مع حضراتكم كده نكتب روشيتة نفسية تساعدنا على تجاوز الفترة دي في أمان مع دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي سبعة خير رحاديكي دكتور نوارنا في سبعة خير يا مصر سبعة خير نحن هسأل حضرتك عن تجربة شخصية لي رو أحمد كل حد فينا كان عنده مشكلة نحن كان بيت بيتحول لمواسكر أحمد كان عنده شوية فكرة المقارنات هنقول أنها مقارنات طبعا تحفيزية ولكن للأسف أحيانا بتسبب ضغط نفسي فلو هنتكلم عن الأخطاء اللي ساعدت بعض الأسر طبعا بتعملها من غير أصل اللي بتسبب ضغط على ولادهم اللي عندهم تحنات بص يا فندم أكبر المشاكل اللي بتواجه الولاد مع الأسر أن هو الأسرة يعني الأب أو الأم مش متخيلين أهمية التكنولوجيا الحديثة للطفل احنا بنتكلم بقى خلينا وقعيين في الوقت الحالي في الوقت الحالي طفل النهاردة بيتبساح من النوم أول حاجة بيدور عليها الموبايل حياته كلها بتادي تبقى مرتبطة بالموبايل فالأسرة تقوله ما فيش موبايل فعليا ماشي صح أنت عندكم حق ولكن على أرض الواقع أنت حرمته من الحبل السري بتاعه مع الحياة هو النهاردة بيتواصل مع مواقع وبيشوف الأخبار وبيشوف مشعب زميله وشات مع أصحابه وشات مع المدرسين وشاف مجموعة إيه هنا أنت بتيجي تحرميه بدون أن أنت لمجرد لا أصل الموبايل تضيوات والله إحنا عارفين ما هو تضيوات بس الجيل اللي طالع الفكري بتاعه مختلف عن جيل نحن أو حتى عن جيل نحن هو الحياة بشتضيع وقت بالنسبة له بجانب الموبايل هو الحياة كمان فكرة أنه دلوقتي أصلا بقوا بيذكروا على التابلت يعني حتى لو إحنا كنا منسحب التليفون دلوقتي هو مع التابلت لازم بيذكر من خلاله وحتى لو يعني لسه لما وصلوش بمرحلة التابلت سنوي اللي في الإعداء دي ما هو كل حاجة جياله على الموبايل أو كل حاجة بيراجعها من على الموبايل فبالتالي أنت بتحرك يعني نهض دخلنا في كلاش لا داع له بس نقنن يعني أنا دايما حتة المنع دي في كل حاجة أنا أرفضها ولكن نقنن توقيت لاستخدام الموبايلات يعني لو قدرنا مرة يعني الطفل اللي هي لو أنت أجازة يعني إحنا عادينا هنراجع ليك ثلاث ساعات في اليوم لو ما فيش لو في مدرسة يبايا ساعتين في اليوم الساعة بتاعتنا خمس وعبين ديار ودي كلها محسوبة لأسباب قشرة مخية والإجهاد اللي بيحصل في قشرة مخية نتيجة استعمال موبايل فترة طويلة فبالتالي إحنا عايزين نقلل الإجهاد أن الإجهاد ده بيانتج عنه التركيز في المذاكرة والتحصيل الدراسي لا بيقل كتير دي وقعي تعالي حتة المقدرة اللي تكلمت عليه بنت خلتك بنت عمك بنت عمتك صاحبك فلان الإعلان الإعلاني أخوك كان أحسن منك أختك كان أحسن منك بيعمل كراهية بين الأولاد وإحنا من ندرش له أنت النهاردة ممكن تلقي أحد أنت مش مستسغى قوي ممكن تكون قريبك ممكن تكون قريبتك وفيه يعني فيه غضاضة من جواك اللي هي البنت ما عملش حاجة أو الولد ما عملش حاجة إرجاع الزمان لأب والأم هم اللي كانوا بيزرعوا دي بالمقارنات دي حاجة حاجة الثالثة حقا بنتكلم ديولاتي بنقول إيه إحنا داخلين فاطر المتحنات عايزين تركيز طيب أنتم عادين الولد يتذاكروا ولا البنت أم يامونا ساعديني في المطبخ أم يامونا عملي كذا لأخوكي أم يامونا مش هتناوليني أمي من فين أو ده أنا آسف أنت بتقولي تركيز وأنت عملتش غريها إنزل يا أحمد هتلي من تحت كذا إنزل يا أحمد تناولي كذا تعال يا أحمد غير الميا تعال يا أحمد الأنبوبة مش عارف إيه تعال يا أحمد يا بنت ما انت ما سبيه سبيه للتركيز بتاعه الله دكتر هو لو أعلمونا وأحمد هتبسته جداً فيه مهم هيتبسته بس خلاص المذاكرة دي كلنا مرنا بالتجارب عارفين إن المذاكرة دي خط متواصل لو أتعطيه التواصل طار بنبدأ من الزيرو تاني ده لو عرفنا نبدأ تاني فبالتالي بيبقى المحصلة أو الصم بتاع التحصيل قليل قوي كل ما بتسيبيني فترة مع نفسي كل ما بحصل أفضل طبعاً إلى جانب التلفزيون العالي إلى جانب الموسيقى العالية إلى جانب الدوشة اللي في المنطقة إلى جانب إن ساعات بقى الضغط النفسي إن أنا أقعد أبكتك كل شوية بدون داعي تعال طف على قبر لو نفعت تعال مش عافق أعمل لي إيه لو نفعت تعال يا سيدي ما تسيبه كل جيل وليه دماغه يعني حاجة بسيطة كده واحد ابنه لي شعره طويل الولد تشيل كلها شعره طويل في المدرسة خلاص يعني هما رضيين إن البيت بيتحول زي ما قالت صديقة العزيزة جوفانا من شوية لمعسكر وفعلا بيبقى معسكر لا ما تكلموش ده عنده مذاكرة دلوقتي ما حدش يدخله التليفون ما حدش يعطله شوفوه عاوز يشرب إيه فكرة اللي انت محفزني تماما لكن كل شوية لازم تنجح علشان خاطر تدخل كلية من كليات القمة خلي بالك اللي انت لو ما دخلتش الكلية دي وهو اللي بيختار لابنه مصيره لو ما دخلتش الكلية دي انت هتبقى كده المجتمع هينظر ليك كنوع من أنواع وصمة العار اللي انت أخوك مثلا في طب وانت بقيت فاشل داخل معهد أو داخل يعني أي كلية أدنى او هو صنفوها ان هي الأدنى من وجهة نظر الأسرة شايف ده بينعكس ازاي او القلق لدى الأهل دايما بنقول ان الأهل بيبقى نفسهم الأب والأم تحديدا ان ابنهم يكون أفضل منهم وبيبقى عندهم نوع من أنواع الخوف والقلق عشان هم جايين يعني من المستقبل زي ما بيقولوا شايفين صعوبة الحياة وعاوزين يكون ابنهم ناجح عشان يعرف يتغلب على هذه الصعوبة لكن هل القلق ده ممكن يبقى مرض معدي يروح للطفل نفسه او للشاب نفسه فيصبح عنده نوع من أنواع عدم التركيز والقلق خوفا من المستقبل المجهول سؤال طويل شوية اه لا هي بصي هنا فيه جزئية ان الأب والأم أحيانا بيعملوا في الولد او البنت عملية تعوضية اللي احنا فشلنا فيه هزينا كنت تتحققه اللي احنا شفناه نجحه في الحياة وظيفة كذا او وظيفة كذا اهتمامات الأب والابن غير بعض هم بيبونسين دي هم أحيانا الأب والأم بيباب زينهم ابني ده بتاعي لا ده كيان خاص لو مطلق الحرية في اختيارات كل ما يخصه النهاردة الأمور الحياتية اختلفت الفكر بتاع جيلي اللي طالع مختلف عن جيلك مختلف عن جيلي فلازم ما ينفعش ان انا امشي اللي كان في دماغي انا انا في سنوية عامة كنت سنة ثمانين وانت كنت في سنوية عامة من خمس سنين انا في سنوية عامة السنة دي كل ده اختلف النهاردة بالعق يعني شوفتها بتكلمني في الجزية دي طب انا اهالي سنوية 17 سنة مش خبصيني اهالي جايبين لابنهم الولد سايب الكلية وشغال تكتوكر ورافض يكمل الكلية الطب اصلا رفض يكملها انا بس سفيد من النت قد اللي هاخده من كلية الطب خمسين مرة طب ما يمكن هوا معظوم اختلاف جيل ما هده ده موهوب ما يمكن هوا موهوب في حاجة معانة بعيدا عن برده مجال الطب يعني هالفكرة مش فكرة انه بيكسب فلوس برده ممكن يكون عنده موهبة ما هالاهل بصي الاهل دايما تقليديين حتى لو هما في سنوية عامة كليهم نفس الفكرة ده لكن لما خبرة الحياة بتخليهم نمطيين شوية يقولك ايه خلينا في المضمون هو ايه المضمون خد شهادة وعمل اللي انت عايز خد شهادة اشتغل بيها خد شهادة وعمل اللي انت عايزه بس بمعاك شهادة جامعية ده فكر فيه اولاد من اللي طالع دلوقتي الفكر ده مش موجود عندها ما دي بقى الحاجات اللي بتجيلي المشاكلة بتشوفها في عياتي الولاد مش عايز يكمل سنوية عامة سنوية عامة انا عايزة سافر يعني انا اسبوعيا اتنين او تلاتة بيقول اللي يا ده شباب لسه 16 سنة 17 سنة بيردت برا انا عايزة سافر مش عايزة عاطل عايزة اعتمد على نفسه يا ابني طب ايه خبرتك اللي انت تشتغل برا هو مش عافل ورسلت مين ومعادت مين وقوله يا ابني الحاجات دي غلط طبعا دماغ مقفولة طب الاهل انتوا بقى التواصل مع الولد ده فيه انت قصور من الاهل اصلا في البيت يعني نقطة زي دي هل القصور الرئيسي اللي موجود فيها للاهل طبعا بص يا فندم الشخصية انتوا الاتنين هوا قدامي شخصيتكم اللي بتقابلوا بيها الناس جاياكم من ثلاث عناصر جزء في الوراثة جزء في الخبرات الحياتية بعملك كموزيع والاساسي التربية من 4 ل 14 سنة اللي هي المين والاساس في التربية العلاقة مع الاب والام ونمرى واحد مع الاب وحط عليها تحتين خمسين الف علامة استفعام مع الاب كل ما بتكون هذي العلاقات ايجابية كل ما بتطلع الولد ساوي كل ما بتكون هذي العلاقات يا شوبها اي قدر من التوترية هتلقى الولد بالفكرة اللي انا بقولك عليه عايزة سافر مش عايزة كامل عايزة اشتغل تكتوكر عايزة اشتغل يوتيوبر انا عايزة اشتغل مش عارف ايه انا عايزة سيب التعليم واروح مش عارف فين انا التعليم مش جايبلي انا عايزة اشتغل سيلة على دولات الريال استيت انا بقولك الحاجات اللي لا الحاجات اللي الولاد شغلين زهنهم بيها عشان فلوس اه اذا اطلع الشغل تسيلة على الفيسبوك اي حاجة تجيب فلوس طب يا من الدراسة ارجع بقى علاقتك تب مع بابا ايه لا اصلا انا وبابا مش مش مع بعضه جويس كلهم بلاسسنا يهم الاب غايب جساديا او غايب فكريا حتى يعني هو موود جساديا بس العلاقة مع اولاده ايه دي سبب الكوارس كلها عشان كان لما بنتكلم على الاكسبشنز اللي انا بقولك عليها طبعا الغالبية العظمة زي ما انت قلته مع عسكرات وناخد بنا ونذاكر ويا ابني نفسي اشوفك اه دكتورة اشوفك محاسبة اشوفك محامية اشوفك مهندس اشوفك زابط كل اب وام بالحلم بتاعهم هدين يدول اولادهم دي النسبة العالية وانت بتكلموا في ده صح مية في المية لكن الاستثناءات اللي انا بحكي لكم عليها دي نتيجة عدم التواصل وللأسف الجيل اللي موجود دلوقتي عدم التواصل كتير اه طبعا بسبب كمان زي بكم نكرم على السوشال ميديا واستخدام الموبايل بشكل كبير بس حضرك قلت خلال حديثك انه يمكن الشخصية بتتشكل من خلال مسلس حضرك ذكرت اضلاو منهم حضرك قلت صفات وراسية صفات وراسية بمعنى ايه بمعنى من الجينات الوراسية يعنى انت حضرتك متعلقة بالشخصية متعلقة بالرسم الشخصية متعلقة بالرسم الشخصية تصرفاتك هتلي حاجات اخدام من ماما حاجات اخدام من بابا من تيتا وانت مش اخدامين ممكن تكون مكتسبة من خلال ان هم تعاملهم معي او اللي انا بشوفهم بيتصرفوا بي بس دي وراسية دي بس خبرات لكن في حاجات وراسية في الشخصية نفسها بتبقى متغرسة ايه صفات اللي ممكن تكون مكتسبة وراسيا ايه صفات البخل الحب العاطفة الزيادة العاطفة الوليلة الشجاعة الخوف التوترية ايه حاجة ما عنديش حاجة بعنى اقولي دي انت اخدامين بنت موسوسة انتقول لك الستيتها كانت موسوسة بس خدتها موسوسة دي جي خلاص خدت الحتة الوسوسية لو انت ربتها صح قللت من التأثير بتاع الوسوسية ده خالص دكتور جمال يمكن احنا طرحنا سؤال على السادة للمشاهدين عبر صفحاتنا على مواقع التواصل اجتماعي في السؤال بيقول موقف تعرض له نتيجة الخوف والتوتر تحديدا اثناء الامتحادات ايه هو الموقف اللي يفتكره وازاي يقدر له يتغلب فيه عن خوفه هسأل حضرتك يعني بما اننا تحدثنا عن السنوية العامة بقى الماضية هل حضرك وقعت في يوم من الايام في موقف اثناء الامتحانات وتوترك وخوفك من رهبة الامتحان نفسه معرفتش تبلي بلاء حسنا فيه الامتحان ده وإيه اللي تتذكره وزاي يقدر لنا اكثر رهبة الخوف دي عندي بقى موقف اللي حسابيه بيعملهم النور قدنين ده مادة قابضة رعوية الدموية بتاعت الطوع التوريه أول لما بدخل اللاجنة النور قدنين ده بيعلى جامده أنا داخل الآن تلقى اللي يعني ايديها ساعة شايفها كده ناشفها كده الصبح الآنين قوي أول ما بيشوف الورقة وحس ان فيه تألف بينه وبين الأسئلة النور قدنين ده بيبدأ يتكسر يطلع للدومامين والسيروتونين الدومامين ده اللي هو بتاع الايه التركيز فبيبدأ التركيز زيارة عشان كانت تلقى الطالب يقولك ايه ده أنا جبت إجابات كان المسطر قالها مرة مش عارف من ثلاث شهور ده المسطر قالها السنة اللي فات ده أنا فيه حتة دي أنا فاكرها من أولا سنوي الحتة دي أنا جبتها من ثانية سنوي اللي جابها ايه الدومامين العالي فبيبتدي يطلع الإجابات تركيز بتاعه ويبدأ إجابه أحيانا هذا التوترية ده كده توتر إيجابي قلب لإيجابية وعطاني نتيجة فيه تعالف ما بينه وما بين الأسئلة الأسئلة وأحيانا كل ما بكون قدر أسيطر عليها بقدر أطلع في الانتحان لكن ما أولا لو ألبتها توترية بقى وخليت النور قدرين بس اللي هو اللي عالي على طول وانا اللي سيلة عارفه ودي بتحصل مع ناس كتيرة هم لا فهمتش السؤال كده وانا ما أخدتش بالي انه هو ده السؤال انا عارف السؤال وقرأه قبل كده بس ما عارفتش يطلع الإجابة ليه النور قدرين لطول ما هو عالي انا ما عارفتش يقلبه وكسره الدومامين فاحتفظ فابتدى يفعل العيدة موية الطرفية كلها فبقيتش فيه مني معلومة طالعة للأسف الشديد إيه دكتور بس كده معنا كده أن التألف بيني وبين ورقة الامتحان ما لاش علاقة بمذاكرتي زي ما حضرتك قلت لا ما لازم مذاكرة طبعا ما التألف ده يجي من نتيجة المذاكرة طبعا بكل تعكيد بس زي ما حضرتك قلت حضرتك ديت مثال دلوقتي أنه ممكن أكون عارفة الإجابات ومذاكرة كويس بس مش فاكرة عشان ده عصابي توطري مع مش أي واحد برضو الشخصيات التوترية عشان كده الشخصيات التوترية دي لما بتعيجيها قبل الامتحانات وتعوديها ازاي يسيطر على التوتر بتاعه بيدخل الامتحان يعني فيه طلبة بتجي لك دخرة الامتحان ثلاث سنين يقولك ثلاث سنين الورد من ذاكرة أو المنت من ذاكرة يدخل للاجنة الورد قدامه يقولك ده بيضة ومش عارف يجاوب أي حاجة وهو ويطلع برة ده كان السؤال أولين إجابته كذا والتاني كذا ده توطري لو هنقول كده نقاط سريعة جدا رشدت لكل ولية أمر حاليا عامل مؤسكر في بيته عشان امتحانات ابنه ازاي كلال هذا المؤسكر يمرنه على فكرة نزع أو التخلص من التوتر والخوف اللي جوه الاول يبعد عن الأكلات اللي بتزود التوتر ونملة واحدة الفاصفوت عشان الدهون فيها عالية فدي بتزود الكوليستور والدهنيات في الدم فبتقلل نسبة التركيز والانتباه نملة اثنين ان انا في البيت ما حاولش قد الولد اي ادوية نتيجة فتاوة السوشيال ميديا او فتاوة شخصية من اي حد ادي له دوة كذا ادي له دوة كذا فيه ادوية بتشتغل عكسي حتى لو الولد ماشي على اي علاجات ما تغيرهاش فترة الامتحانات سيبه فترة التحانات يعدي ولما يخلص التحانات يرجع للطبيب المعالج يغير له الدوة ده أنا بتكلم لو ادوية نفسية طبعا نملة ثلاثة ان انا في البيت اوفر الهدوء للولد بالقدر اللي هو عايزه يعني انا عايز اقعد في مكان منفصل شوية عايز عدد ساعات النوم دي الوحدة كارثية عدد ساعات النوم ان ساعات الاهل يا ابني زاكر اقعد طبق ده بنت خالتك قعدة طبق منفعشي عدد ساعات النوم كل ما يكون كافي كل ما التركيز والمخ بيشتغل بالسرعة افضل بكتير جدا كل ما عدد ساعات النوم يقل حتى لو انت ذكرت كتير التحصيل في الاخر الصمب سيئ دي حاجات الدوشة اللي حوالينا التلفزيون العالي كاسة عالي كل الكلام ده مرفوض في الفترة الحالية اذن انا ادي له اي متطلبات يعملها لي او واجبات يعملها خالي هيا توقيع زي ما هذيك قلت يا دكتر فكرة توفير الراحة وتوفير الهدوء وفي نفس الوقت ما حسستش للطالب انه بيتعاقب او انه بيقضي فترة عقوبة خلال فترة الامتحانات لا يبقى فيه برضو قدر من الاوقات الترفيهية لو هيمسك تليفون لو 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 يعني برضو بقدر حتى يقدر ان هو يشجعه وبعد كده انه يكمل وزاكرة طبعا منذكرة حضرتك جزيل شكرا دكتور جمال فربيز استشاري الطب النفسي منذكرة جزيل شكرا يا فن شكرا لك دكتور جمال